في سنة الألفين وعشرين إجت الكورونا وغيرت معالم الحياة خصوصا التعليم معظم التعليم تحول لإلكتروني أو أونلاين توقع معظمنا جرب يحضر محاضرة أونلاين جودة الإضاءة سيئة الكاميرا مش واضحة صوت الأستاذ مش مسموع وإلى آخرين من هاي المشاكل فاليوم بدنا نتعلم كيف ممكن نحسن من جودة محاضرتنا الأونلاين عن طريق تحسين الإضاءة جودة الكاميرا تحسين الصوت وإش في معدات ممكن تساعدنا خصوصا باستخدام تطبيق زوم أول شي رح نبدأ بتصحيح الأخطاء الشائعة الموجودة في معظم محاضراتنا الأونلاين بعدين رح نذكر المعدات والإكسسورات اللي إحنا ممكن نستخدمها في محاضراتنا الأونلاين حتى نحسن من جودتها ورح نبدأ من الأقل تكلفة للأعلى تكلفة نبدأ أول شي بالإضاءة وأكثر الأخطاء شيوع الموجودة بالمحاضرات بوقتنا الحالي أكثر خطأ شائع بشوفه بالمحاضرات حاليا اللي هو مكان مصدر الإضاءة بالنسبة للأستاذ أو للمحاضر فعادة بيكون وراء أو فوقي مباشرة وهنا المشكلة الكبيرة أن المحاضر بيكون كله بالظل والإضاءة وراء فبتطلع الخلفية بيضة والمحاضر أسود ما بيكون واضح أو بتكون الإضاءة فوقي مباشرة فبتعمل ظلال مزعجة جدا على عيونه وعلى وجهه بشكل عام نوعا ما مخيفة طب شو الحل يليه؟ الحل بسيط هلأ أول شي المشكلة أصلا أنه أنت بتكون حاط مكان الطاولة واللابتوب بزاوية الغرفة وهذا إشي طبيعي فأنت بتكون حاط الطاولة على زاوية الغرفة وحاط اللابتوب قدامك وتذوراك إعكس الطاولة بكل بساطة هيك بتتغير الإضاءة وتصير مقابلة على وجهك مباشرة وبتذويك أنت والخلفية إذا أنت عارف أنه محاضراتك ممكن تكون بالوقت الصباحي يعني الشمس موجودة ممكن تحط الطاولة واللابتوب قبال الشباك وهذا من أفضل مصادر الإضاءة اللي أنت ممكن تستخدمها لأنه إضاءة جدا ناعمة وفلاترينج هيك مريحة للعين وكل إشي واضح بالفيديو هاي أبسط الحلول اللي أنت ممكن تعملها حتى تحسن جودة الإضاءة عندك بالفيديو طب يليو إذا أنا بصور بالليل أو أنا موجود بغرفة ما بوصلها ظاو الشمس ممكن أنت تستخدم تيبل لام تضوي عليك بشكل مباشر يكون فيه لمبة إضاءتها جدا قوية ممتازة وتضويك بشكل واضح بس هاي إضاءتها بتكون حادة وغير محببة أو غير مريحة للعين نوعا ما إذا بدك ترفع المستوى شوي وتعلي التكلفة كمان ممكن تشتري رأس إضاءة موجود عليه مصدر إضاءة كبيرة وبيعطي إضاءة ناعمة على الوجه ومريحة للطلاب كمان وعادة بيجو اثنين ممكن تضوي عليك ككي لايت مصدر إضاءة رئيسي وممكن تضوي على الخلفية ممكن تضوي عليك من وركة باك لايت يعطيك رمب خفيف إلى آخره لكن ضو واحد ممكن أنت يكفيك ويحسن من جودة الإضاءة عندك بالفيديو فهي مثلا هنا الفرق لما تكون الإضاءة وراي أو لما تكون فوقي مباشرة أو لما تكون قدامي وهونا الإضاءة لما أكون أنا قبال الشمس أو الشباك وهونا لما أستخدم تاب اللام بإضاءة حادة وهونا لما أستخدم سوفت بوكس صغير فهي الفرقات تدريجية خطوة خطوة أنت ممكن تحسن من جودة الفيديو تاعك أنت حسن ميزانيتك شوف أنت إيش ممكن تحسن لكن أبسط إشي أنت ممكن تعمله أنك تحط اللابتوب أو الكاميرا قدامي شباك البيت وتصور حالك تكون الإضاءة عليك أو تجيب سوفت بوكس بسعر وتكلفة قليلة تضوي عليك ويظل مستمر وبأي وقت أنت تقدر تبلش محاضراتك ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي جودة الصورة أو نحكي جودة الكاميرا واحد من أكثر الأخطاشي يعني عم بشوفها في محاضراتنا الحالية أنه لما يستخدموا كاميرا اللابتوب أو أي كاميرا وتكون العدسة وسخة فأنت يفضل أنك تنظفها على أقل بشريطة بنسميها مايكروفايبر أو بالشريطة أو بالقطعة التنظيف اللي بتيجي مع نظراتك أو عدساتك فأنت بتقدر تتمسح فيها الكاميرا وتنظف الصورة وهيك تطلع جودتها أحسن وهذا أبسط حل اللي أنت ممكن تعمله كبداية لكن كاميرا اللابتوب نوعا ما الريزليوش انتاحها قليل وجودتها ضعيفة فشوفي حل كمان أحسن الجودة وبأقل تكلفة ممكن أنت على نفس محاضرة الزوم تشبك لابتوبك إذا بدك تشرح عليه وتشبك تليفونك على نفس الميتنج على نفس الاجتماع على الزوم وتفتح الكاميرا من تليفونك هلأ إذا أنت عندك كاميرا احترافية خصوصا كاميرات شركة كانون شركة كانون نزلت تطويق اسمه ES Web Utility بسمح لك تشبك كاميرتك الاحترافية زي كانها Webcam وتسلط عليك وهي أنا بعملها بمحاضراتي مع طلابي إذا بدك تشتري كاميرا ومخصصة للزوم ميتنج أو نحكي للستريمينج إلى آخره بهاي الحالة بنصعك تشتري أي Webcam من شركة Logitech Logitech هي شركة مشهورة بتصنيع معدات الكمبيوتر وإكسسوراتها إلى آخره وكاميراتهم الويب هي من أفضل الكاميرات الموجودة في السوق حاليا والحلو بكاميراتهم Plug and Play يعني خلص طليحها من الكرتونة وصلها على اللابتوب فورا بتشبك على محاضرة الزوم والحلوة أنها صغيرة بتتركب على شاشة اللابتوب بالملقة الصغيرة اللي فيها أو بيجي بنفس الكرتونة ترايبود صغير أنت ممكن تتحكم فيه تخليها على الطالة أو على زاوية أنت بدك إياها نبدأ هسا نعمل مقارنة بين الكاميرات وجودتها فأنا هلا حاليا على كاميرة اللابتوب وهنا أنا عم باستخدم الويب كام من شركة Logitech رح تنتبهوا أنه دانامي كرين صار أعلى بمنطقة اللي كانت هون بطلت أوفر إكسبوز ورزيليوشن صار أعلى فول إتش دي وحاليا أنا عم باستخدم كاميرة السيلفي الموجودة بتليفوني بس بتكون تنتبهوا اتصال الكاميرا هنا على برنامج زوم مش مباشر هو عن طريق الانترنت فالتليفون لحاله عم بوصل إشارة واللابتوب لحاله عم بوصل إشارة فيمكن تنتبهوا أنه شوية بكسل أو جودته قليلة للفيديو اللي طالع من سيلفي التليفون وحاليا عم أستخدم كاميرتي الاحترافية كانون سيكس دي مارتو مصلها على اللابتوب خلينا أشيل هاي من الطريق وهنا بتقدروا تحكموا أكيد جودة الكاميرا هنا السنسور كثير كبير فالجودة جدا عالية وموصلة بسيلك مباشرة على اللابتوب كأنها ويب كام واجب التنويحها بعبنا عم أستخدم هلا الكاميرا الويب كام من شركة لوجي تيك حتى تصوين الفيديو اللي انتو شايفينه بس بدت تنتبه للملاحظة مهمة جدا الكاميرا بتصور بالوضع الاوتوماتيكي ايش يعني؟ بالوضع الاوتوماتيكي بحاول يعطيك الإضاءة المناسبة حسب الكاميرا ما بتشوف فبتتأثر جدا بإضاءة كل شيء موجود في المشهد ومش بس من ناحية إضاءة حتى ألوان فبدت تنتبه مثلا أنه الإكسبوجر على وجهها والإضاءة على وجه شوي زيادة لكن أنا لو لابس أسود رح تزيد الإضاءة كثير هون صارت وكمان خلال حكي لو أنا بحرك إيدي وفتحتهم قدام الكاميرا رح تغير الاكسبوجر على وجهي كمان ونفس الإشي إذا كانت الخلفية وراي مضوي عليها ذو أورنج أو مضوي عليها أزرق رح تختلف الألوان كاميرا فبهاي الحال يفضل أني أستخدم الكاميرا الـ DSLR حتى ما تتغير هاي الأوبشنز خلاص أنا بحط على الوضع المانيول بحط الـ زي ما أنا بدي بحط الشتر الـ لو ضاع الـ ما يتغير نهاية ننتقل لثالث إشي أنت ممكن تعمل ولتحسن جوذة محاضرتك الأونلاين ألا وهو الصوت من ناحية الصوت هاي مشكلة كثير كبيرة بتكن تنتبهولها حبايبي لأنه لما أنت تحكي مع الطلاب ويكون الصوت مش واضح أو مزعج الطلاب ما رح يرقزوا معك رح يخفوا بالمحاضرة أكثر إشي واحد من أكثر الأخطاء شوعة أنا بشوفها بالمحاضرين أنه بيستخدموا المايكروفون تعلابتوب جاهز زي ما هو من غير أي تعديلات وهي الصراحة مشكلة كبيرة لأنه المايكروفون تعلابتوب مش مجهز يكون بجودة عالية هلأ أبسط حل أنت ممكن تعمل وأنك تستخدم سماعات تليفونك اللي بتيجي بكرتونة التليفون هاي السماعات أنت ممكن تشبكها على تبك وتقدر تحكي منها المايكروفون فيها جوتة جدا عالية وإذا مش موجودة عندك فرضا ممكن أنت تشتريها من أي محل سعرها كثير رخيص بس لنفترض أنه أنت بدك تتحرك وتحكي بتشرح اللوح مثلا أو أنا بتعطي محاضرات تحرك الكاميرا بتشرح المعدات مثلا بهاي الحالة بنصح بكونفرنس مايك كونفرنس مايك اللي هو مايكروفون للاجتماعات لأكثر من شخص وهذا المايكروفون من شركة بويا شركة بويا من أفضل الشركات اللي بتصنيع المايكروفونات بوقتنا الحالي أنت ممكن تستخدمه والحلو فيه أنه وصلت USB بتوصله على اللابتوب Plug and Play مجرد ما توصله خلص بشبك مباشرة وتقدر تستخدمه والحلو فيه أنه بلقط الصوت من كل الجهات أما إذا بدك مايك يتوجه عليك مباشرة ويركز على صوتك ونوعا ما يلغي الأصوات المحيطة بهاي الحالة بنستخدم Shotgun مايك وهذا المايك الحلو فيه أنه Shotgun يعني بس موجه لجهة محددة بتقدر أنت توجه على زاوية معينة إذا أنت حركتك مش كثير بعيدة عن الكاميرا أو عن مجال المايكروفون وبلقط الصوت بشكل ممتاز نعمل تجربة للصوت على السريع فهلا أنتم سامعيني من صوت المايكروفون الداخلي لللابتوب Test 321 وحاليا سامعين صوتي من المايكروفون الموجود بسماعات تليفوني فTest 321 وهل الصوت اللي سامعينه من المايك تعشير كثوية بس بتكون تنتبه أنا أحاطه على اللابتوب نفسه في احتمال صوت كبسات الكيبورد يطلع بشكل واضح على المايكروفون هذا أكثر وهذا صوتي حاليا عن طريق المايك Shotgun بس بتكون تنتبه أنه هذا المايك بس موجه لهاي الممتاز فأنا إذا بعت عن المكان المايك الموجه إله رح يختلف صوتي نوعا ما أو رح يخف أو إذا لفيت ورا المايك رح يخف كثير فأفضل حل مناسب إذا أنت بدك تتحرك كثير رح تقوم من محلك الكونفرانس مايك رح تدس حكينا عن ثلاث أشياء مهمة جدا حتى تحسن مستوى الفيديو عندك بشكل عالي جدا بس ظل عنا شغلتين من معدات تصوير ممكن ترفع مستوى المحاضرة عنا لأعلى مستوى واحد منهم اللي هو تلي برومبتر أو من سميه أوتو كيو بتشوفوا قنوات التلفزيون أو الأخبار الموذي عم بيقرأ عن شاشة بس بنفس الوقت هاي الشاشة وراها كاميرا فبتلاقي عم بيقرأ أو عم بتطلع على الكاميرا بنفس الوقت هاي الأداء هي التلي برومبتر هي عبارة عن مراي 50% شفافة الكاميرا بتكون موجودة وراها وبتقدر اقبال المراي تحط تلفونك أو التابلت وتكتب الكلمات اللي بدك ياها تقرأها وهاي الأداء احنا ممكن نستخدمها بتطبيق زوم أو بمحاضرات الأونلاين بشكل خرافي جدا لحل مشكلة كبيرة كثير المشكلة انه المحاضر بتطلع على الشاشة والكاميرا مش موجود محل ما بتطلع فبتحس انه هون المحاضر على عدم تواصل مع الطلاب لانه ما بتطلع عليهم مباشرة وهاي مشكلة انت ما بتقدر تحكي وتشرح للطلاب وبنفس الوقت تطلع على الكاميرا ما بتقدر لكن مع التلي برومبتر بتقدر فانت ممكن تشبك التابلت أو الموبايل على محاضرة الزوم وينعكس وجوه الطلاب على التلي برومبتر وتصير تحكي معهم تقريبا كأنه وجه لوجه وهون التواصل بيكون مباشر وبأثر على الطلاب أكثر فالحلو بالتلي برومبتر انه انت ممكن تشبكه على الويب كام ممكن تشبكه على تليفونك ممكن تشبكه على الكاميرا الاحترافية وممكن تستخدمه كمان لليوتيوب أو للستريمينج الى آخره والشغل الثاني من معدات تصوير الممكن تفيدك كثير محاضرات الزوم خصوصا اللي هي الخلفية الخضرة أو الزرقة فيه option بالزوم اسمه virtual background انت لما تشغله بحاول يتعرف على المحاضر وعلى حوافه ويقص الخلفية ويبدلها بأي خلفية انت بدك إياها بس عادة بيكون في مشاكل في التعرف على الحواف ما بتكون واضحة وخصوصا اذا انت والخلفية تقريبا ألوانكو موحدة فبهاي الحال يفضل نستخدم خلفية خضرة أو زرقة بغض النظر حتى يقدر تطبيق زوم يميز اللون الأخضر أو الأزرق مباشرة ويعزله فورا بس بدك تنتبه ان اذا استخدمت خلفية خضرة ما تلبس أو تستخدم ألوان أخضر بالمشهد واذا كانت خلفية زرقة نفس الاشي ما تكون لابس جينز أو بلوز الزرقة الاخري لانه انت كمان رح تتفرغ مع الخلفية وهيك احنا خلصنا كل الاشياء اللي انت ممكن تستخدمها حتى ترفع مستوى المحاضرة عندك وهذا الفيديو صراحة مهم جدا للمحاضرين واللساذة أكثر من المشاهدين أو المصورين العاديين حتى يحسنوا من محاضراتهم وكل المعدات وكسورات التصوير اللي ذكرت بهذا الفيديو موجودة عند شركة يوكام واذا عندكم أسئلة أو استفسرات أو معدات حابين يحكي عنها بالفيديوهات الجاي تقدر تبعثوا على الفيس بوك و انستجرام ليو دوت حماتي واذكروا دائما ترجمة نانسي قنقر